بيان إلى الرأي العام إن من حق الشعوب في أي مكان من العالم العيش بحرية وكرامة وأمن وسلام بعيدا عن الحروب والدمار والقتل والتهجير في ظل نظام يسوده العدل والمساواة بعيدا عن الاستبداد والدكتاتورية وسلب حقوق الآخرين واختصاب أراضيهم وأن يدافع عن وطنه في وجه أي عدوان أو مطامع في احتلال أي شبر من أراضيه ومن هنا انطلقت مقاومة مدينة الصمود كوباني فهي أصحاب الأرض والإرادة الحرة هي الركيزة الأساسية التي بنيت عليها المقاومة التي لا تعرف الخضوع أو الانكسار وهي سر قوتها وتجلى ذلك واضحا للعالم أجمع من خلال التصدي لأشرس تنظيم إرهابي عرفته البشرية في العصر الحديث وهو تنظيم داعش الإرهابي المدعوم من قبل دولة الاحتلال التركي الذي قدم لها كل التسهيلات والدعم اللازم بالعدة والعتاد وفي خضم المعارك التي كانت دائرة في المدينة وشراسة المقاومة وكانت السبب في توجه أنظار العالم نحو الصمود الأسطوري والمقاومة البطولية التي أبدتها القوات المدافعة عن المدينة ومن هنا انطلقت النداءات والمطالبات بدعم صمود المقاومة في كوباني وتم إعلان الأول من تشرين الثاني من عام 2014 اليوم العالمي للتضامن مع كوباني وبفضل إرادة القوات وعزيمة الأبطال وفي نهاية المطاف خضع وانكسر وهزم بفضل الإصرار والعزيمة والإرادة الحرة وتبددت كل أحلام التي كانت تسعى لإنهاء النظام الديمقراطي الذي يحفظ ويسون حقوق جميع المكونات هذه المقاومة التي كانت بقيادة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وبمشاركة أبناء الشعب من كافة الفئات أصبحت رمزا حقيقيا للمقاومة في العالم وكتبت بحروف من نور تاريخ شعب بذل الغالي والنفيس دفاعا عن أرضه وحقوقه بالعيش بحرية وكرامة وعلى استعداد دائم للتضحية بل والفناء في سبيل أن تنعم الشعوب بسلام وضحت مقاومة كوباني منبعا ومصدرا لكل البطولات والمقاومة التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا تباعا على مر السنوات الماضية من مقاومة العصر في عفرين مرورا بتال أبيض ورأس العين ونهاية المطاف الباغوز حيث كانت النهاية والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي وأعلان النصر نصر الشعوب المتعطشة لنيل الحرية وأننا في هذا اليوم اليوم العالمي للتضامن مع كوباني إذ نستذكر البطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المدافعة عن مدينة كوباني ونحيي صمودهم وإرادتهم الحرة وننحن احتراما لمن بذلوه وأرواحهم رخيصة فداء للأرض في سبيل الحرية والكرامة في كوباني وكل مناطق شمال وشرق سوريا ولكل قطرة دم سالت على هذه الأرض ومن هذا المقام نعاهد عوائل الشهداء وأبناء شعبنا أننا ماضون في درب المقاومة ولن نستكين أو نستسلم مهما عصفت بنا رياح المتآمرين الطامعين في النيل من عزمتنا وإرادتنا واحتلال أراضينا وأفشال مشروعنا ولنا في المقاومة كوباني وباقي المقاومات التي قامت في مناطق شمال وشرق سوريا قدوة ومثالا يحتذا به لتحقيق هدفنا في بناء مجتمع ونظام ديمقراطي يقوده أصحاب الفكر والإرادة الحرة الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة 1 داعش 2022